بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يسرني أن أرحب بكم أنا أخوكم حسن صالح مشهد من الشبكات الرقمية في الفيديو الرابع والخمسون والخاص بمنهج أساسيات وصيانة الحاسوب واللي بيغطي منهج A+, شاهد تعلم واستمتع الخصائص والأدوات الموجودة في الويندوز اكس بي خصائص وأدوات ويندوز اكس بي حيث يوجد لدينا عدد من هذه الخصائص التي تجعل من الويندوز اكس بي صلب وتم استخدامها على نطاق واسع ويطلق عليها الأدوات في الويندوز اكس بي والأدوات التي سوف نتكلم عنها والتي هي من ضمن منهج A+, هي عندي System Restore وعندنا الويندوز Defender وعندنا الويندوز Firewall وعندي Security Center وعند الويندوز Reporting وعند ال Remote Desktop Connection وعند ال Remote Assistance System Restore استعادة النظام وهي تسمح باستعادة الويندوز على ما كان عليه في وقت سابق حيث عند الدخول على System Restore نستطيع إما إرجاع الكمبيوتر إلى الوضع اللي كان عليه في وقت سابق أو إنشاء نقطة استعادة Restore Point مع العلم أن نقاط الاستعادة في الويندوز اكس بي هي بيتم إنشاءها تلقائيا مع إعطاك إمكانية بإنشاءها يدويا والتي تظهر النفذة الترحيبية لتخولك على الويندوز System Restore فهنا بيتيني خيارين الخيار الأول وهو أن أقوم باستعادة الويندوز إلى نقطة موجودة مسبقا أو أننا أنشئ نقطة استعادة شديدة لو اخترتها ونقرتها على الزر Next عندها سوف يتم سؤالي عن إعطاء وصف يعني إعطاء وصف يتمثل في اسم لإنشاء نقطة الاستعادة بعد ذلك عند نقر Next سوف يتم تحديد تاريخ ووقت إنشاء نقطة الاستعادة اللي هو في نفس الوقت اللي أنت الآن بتقوم فيه بعملية الاستعادة بحيث بعد ذلك رح يتم إنشاء نسخة من الويندوز على هذا التوقيت وبالتالي إذا حصلت مثلا مشكلة في الويندوز وحبيت أني أستعيد الويندوز إلى حالة اللي كان عليها في تاريخ كان يعمل فيه بشكل جيد عندها راح مثلا نختار الفترة أو ال Restore Point اللي أنا أعطيتها الاسم وعند اختيارها رح يتم إعادة الويندوز على الحالة التي كان عليها أثناء تاريخ وتوقيت إنشاءها الويندوز ديفندر مدافع الويندوز وهو يقوم بتحديد برامج تجسس الغير مرغوف فيها حيث أن الويندوز ديفندر هو موجود تلقائيا في الويندوز فيستا والويندوز سيفن أما في الويندوز إكس بي فهو غير موجود في الويندوز سيرفس باك 2 ولكن في الويندوز سيرفس باك 3 نستطيع تنزيل الويندوز ديفندر على الويندوز إكس بي حيث من خلاله نستطيع عمل فحص للويندوز بين فترة وأخرى للتأكد من الويندوز إكس بي خالي من برامج التجسس إذن الويندوز ديفندر وظيفته هي البحث عن برامج التجسس فقط لذلك يجد دينا عدد من البرامج والأدوات الخاصة بأنواع مختلفة والتي تقوم بالحماية الويندوز الويندوز فايروال الجدار النهري وهو برنامج يستخدم لمنع الوصول سواء من داخل الشبكة المحلية أو الإنترنت وتلقائيا الويندوز فايروال هو بيكون مفاعل ويمنع أنواع من حركات البيانات القادمة للجهاز والتي لا نريد للجهاز أن يستقبلها بحيث لاحقا سوف نتعرف على أنه يوجد دينا أنواع مختلفة من حركات البيانات والبروتوكولات عندما نتكلم عن مقدمة في الشبكات حيث من خلال الويندوز فايروال سوف نقوم بإغلاق أرقام المنافذ لحركات البيانات التي لا نقوم باستخدامها لكي نمنع المخترقين من اختراق الجهاز من خلال هذه المنافذ لما رح نتكلم عن مقدمة في الشبكات رح نستوعب أكثر الويندوز فايروال وعلى فكرة رح نتكلم عن هذه المقدمة ضمن منهج الـ A+. السكيوريتي سنتر مركز الأمن وهو يوفر واجهة واحدة يمكننا من خلالها إدارة مجموعة من أدوات الحماية الموجودة في الويندوز حيث يمكننا من خلالها إدارة جدار حماية الويندوز وإدارة التحديثات وبرنامج حماية الفايروسات كذلك خيارات الاتصال بالإنترنت الويندوز ريبورتينج تقارير الويندوز وهي أداة لعرض الأخطاء الخاصة بالبرامج التي تعمل في ويندوز وهي مثل الانترنت إكسبلورر حصل فيه مثلاً كراشينج حيث اللي هو متصفح الانترنت الخاص بويندوز حصل فيه مثلاً كراشينج تحطم حيث سوف يقوم الويندوز بإظهار نافذة تظهر أمامك فيما إذا كنت تريد الإبلاغ عن هذه المشكلة اللي هي تحطم هذا البرنامج إلى مايكروسوفت أم لا ولكي يتم إيصال هذا البلاغ عن المشكلة إلى مايكروسوفت فيجب أن يكون جهازك لديه اتصال بالإنترنت بحيث عندما تستقبل مايكروسوفت عدد من تقارير الأخطاء عن مشكلة معينة سوف تجعل مايكروسوفت تركز عليها وتقوم بعمل أبديت لحل هذه المشكلة كذلك عملية تقارير الأخطاء ليست فقط حصرية على برامج مايكروسوفت بل بشكل عام مع جميع البرامج التي تعمل على الويندوز بحيث هذا رح يفيد شركة مايكروسوفت لما توصلها عدد كبير من التقارير عن هذه الأخطاء أنها تبدأ تركز مثلا وتشوف أنه هل هذا البرنامج لما بيشتغل مع الويندوز بيحصل يعني بتسبب في مشاكل فتقوم بحل هذه المشاكل وتنزيلها على شكل تحديثات لترفع من مستوى أداء الويندوز لتفعيل أو إلغاء تفعيل تقارير الويندوز نذهب إلى ماي كومبيوتر أو كومبيوتر وننقر عليه نقرة يمين ونختار خصائص بروبرتيز ومن ثم أدفانس متقدم ومن ثم ننقر على زر الأرور ريبورتينج فتظهر لنا النافذة الموجودة أمامنا واللي بتعطينا خيارين رئيسيين وهما الإلغاء والتفعيل إذا اخترت الإلغاء اللي هو التعطيل فإنه سوف يتم إعلامك عند حدوث خطأ ولكن لن يتم إرساله لمايكروسوفت ولدينا زر شوز بروغرامز من خلاله أنا ممكن أحدد ما هي البرامج اللي أجعلها تقوم بإرسال تقارير الأخطى دون سواها من البرامج الأخرى تلقائيا عند اختيار الـ Enable يعني هذا الخيار الأول هو الـ Disable لكن لو اخترنا الـ Enable Error Reporting فجميع البرامج سوف تقوم بإنشاء وإرسال تقارير الأخطى إلى مايكروسوفت Remote Desktop Connection الاتصال بسطح المكتب البعيد وهو برنامج موجود في أنظمة تشغيل الويندوز حيث من خلاله يسمح لنا بالاتصال بكمبيوتر آخر والتحكم به من جهازك بحيث تستطيع الاتصال بجهاز الكمبيوتر الخاص بك واللي يكون موجود مثلا في العمل أو المنزل واتصالك به رح يكون عن بعد وكذلك يتم استخدام الـ Remote Desktop كأداة استكشاف الأخطى وإصلاحها حيث من خلال جعل الدعم الفني يتصل عن بعد بجهاز الكمبيوتر الخاص بعميل واللي فيه مشكلة أو بسيرفر يحتوي على مشكلة ويقوم بعمل مثلا أو يتطلب مثلا عمل إعدادات على هذا السيرفر لكي يعمل بالشكل الصحيح يقوم الـ Remote Desktop بتصنيف أجهزة الكمبيوتر إلى صنفين عندي الـ Home Computer وعندي الـ Remote Computer الـ Home Computer وهو يطلق على الكمبيوتر الذي تجلس عليه أما الجهاز الـ Remote Computer فهو الجهاز البعيد اللي راح تقوم بالاتصال به من خلال الـ Remote Desktop ويجب أن يكون مفاعل عليه قبول اتصالات الـ Remote Desktop الواردة إليه عندما تستخدم الـ Remote Desktop فإن ضغطات أزرار لوحة المفاتيح وحركات الماوس اللي سوف يتم إرسالها من الـ Home Computer إلى الـ Remote Computer البرامج التي يتم فتحها في الـ Remote Computer سوف تعمل محليا في داخل الـ Remote Computer بحيث من الـ Home Computer أنت تعتبر جالس أمام الـ Remote Computer كذلك الصوت من الممكن أيضا أن يتم تمريره من الـ Remote Computer إلى الـ Home Computer وهي مفاعلة تلقائيا ولكن في حال وجدت أنه بيستهلك الكثير من الباندوث فقد تقوم بتعطيل ذلك كذلك يعطينا الـ Remote Desktop إمكانية اتصال جهاز Home Computer 1 بأكثر من Remote Computer في نفس الوقت تعتبر الـ Remote Computer أدافي غاية الأهمية وذلك أثناء عملك في مجال صيانة الحاسوب وتحديدا في مراكز الدعم الفني فعندما نقدم خدمات صيانة الأجهزة للكمبيوتر لمواقع متباعدة أو عملاء متباعدين وكما نعلم المشاكل المتعلقة بصيانة الأجهزة للكمبيوتر قد تكون هاردوير عندها لابد لك أن تذهب إلى الجهاز وتقوم بتصريح الجهاز أما الجزء الثاني من المشاكل فهي Software برمجية مثل برنامج فيه مشكلة عندها بدلا من الذهاب إلى الموقع الموجود به الجهاز لحل المشكلة مما رح يستهلك منك وقت وجهد كمهندس صيانة لذلك من خلال الريموت ديسكتوب تستطيع عندك مهندس صيانة أو شبكة لاتصال بالجهاز الموجود فيه المشكلة وذلك عن بعد بحيث من خلال طبعا جهازه يستطيع اتصال عن بعد بالجهاز الذي فيه المشكلة ويقوم بحل المشكلة مما وفر في الوقت والجهد المستهلك لحل المشكلة هذه رموز أو أيقونات الريموت ديسكتوب أكثرها هذه رح نشوفه مع الويندوزات الحديثة مثل ويندوز 10 هذه مع الويندوزات المتوسطة وهذا مع الويندوز القديم مثل ويندوز XP عندي أنا هنا الهوم كمبيوتر مثلا عندك الريموت كمبيوتر فيه له مشكلة معينة برمجية برنامج مثلا لا يفتح معها مثلا فعندها بدل ما تذهب الى الريموت كمبيوتر انت من مكانك على الهوم كمبيوتر رح تتصل بالريموت كمبيوتر طبعا فيه يوزر نيم وباسورد رح ينشاه الريموت كمبيوتر ويعطيك إياها بحث تدخلهم وتتصل وعند نجاح الاتصال فوجودك في الهوم كمبيوتر كأنك أصبحت موجود في نفس الموقع الفيزيائي الموجود عليه الريموت كمبيوتر وجالس أمامه تلقائيا الويندوز بيكون غير مفاعل عليه الاتصال عن بعد من خلال الريموت تسكتوب والاستماح بأن يتم الاتصال بجهاز عن بعد من خلال الريموت تسكتوب فذلك رح نقوم يعني بتفعيله من خلال ننقر نقرة يمين على ماي كمبيوتر أو في الويندوزات الحديثة الآن بيطلق عليه كمبيوتر ومن ثم اختيار خصائص بروبرتيز ومن ثم نقر على زر الريموت وفي قسم الريموت تسكتوب عندي الخيار اللي هو السماح للمستخدمين بالاتصال عن بعد بهذا الكمبيوتر نتأكد من أنه عليه علامة الصح وأنه تم تفعيله في حال أردنا الاتصال بجهاز عن بعد من خلال الريموت تسكتوب نقوم بالذهاب إلى قائمة ابدا ومن ثم جميع البرامج ومن ثم البرامج الملحقة ومن ثم الاتصالات كوميونيكيشنز ومن ثم الريموت تسكتوب فرح يتم فتح النافذة الخاصة ببرنامج الريموت تسكتوب كونكشن ونجد هنا أننا عندي الكمبيوتر هنا إما أكتب اسم الجهاز أو الـ IP address الخاص بالجهاز واللي أريد الاتصال به عن بعد بعد ذلك أنقر على الزر كونكت ليتم الاتصال بالجهاز عن بعد وطبعاً رح يتم طلب إدخال اليوزر نيم والباسورد الخاص بالاتصال بهذا الجهاز عندي زي ما احنا شايفين عدد من الأزرار عندي زي الـ cancel إلغاء الاتصال وإلغاء وإغلاق البرنامج عندي هيلب رح يحتوي على تعليمات إرشادية للتعامل مع الريموت دسكتوب كونكشن وعندي الخيار options وهو لوضع خيارات إضافية وعند النقر عليه سوف تظهر لنا أن النافذة تحتوي على خمسة من الأزرار الموجودة أمامنا اللي بنخلالها بنستطيع عمل إعدادات لبرنامج الريموت دسكتوب كونكشن وهي كالتالي عندي الجنرال وهي لعمل الإعدادات الأجهزة التي سوف يتم الاتصال بها عن بعد بحيث نقوم مثلاً بكتابة اسم الكمبيوتر أو الـ IP address نقوم بكتابة اليوزر نيم اسم المستخدم كلمة السر الموجودة على الكمبيوتر البعيد لكي نتمكن من الاتصال به عن طريق الريموت دسكتوب كونكشن عندي كمان الدومين لو كان لهو اسم المجال اللي يقع فيه الجهاز طبعاً لابد أنه يكون يتم إنشاء authentication يعني كلمة سر واسم مستخدم لكي يتم الاتصال بالجهاز البعيد وذلك لزيادة طبعاً للحماية لأنه ما يكون أي شخص عندي في الانترنت مثلاً يتصل بجهازي عن طريق الريموت دسكتوب ويتم قبول الاتصال لابد أن يقوم بإدخال اليوزر نيم والباسورد طبعاً أستطيع أننا لو حبيت أحفظ هذه الإعدادات عشان ما أكتوبها في كل مرة أنقر على الساف اس فيتم الحفظ بعد ذلك خلاص أختار فقط اسم الكمبيوتر وأنقر على كونكت فيتم الاتصال مباشرة ويتم الكمبيوتر رح يدخل اليوزر نيم والباسورد المخزنة لديه هو الدومين ولن يطلب مني إدخال هذه المعلومات عندي الخيار ديسيبليه وهو لإعداد حجم نافذة الريموت دسكتوب وهي تلقيم بتكون يعني كامل الشاشة أنا بإمكاني أقلل الحجم أخليها نصف الشاشة ربع الشاشة وكذلك من خلال هذا الزر أستطيع أن أقوم بعمل إعداد للألوان وتحديد مثلاً درجة عمقها بحيث أن كيف سيكون عمق الألوان اللي رح تظهر عندي لسطح المكتب للجهاز البعيد اللي رح تظهر عليه من خلال الريموت دسكتوب كونكشن عندي الزر Local Resources المساطر المحلية ومثل الصوت والذي يفضل تعطيله كونه يستهلك باندوث بشكل كبير لدينا أيضاً إعدادات لوحة المفاتيح كذلك تحديد إمكانية الاتصال بالأجهزة المتصل بها الريموت كومبيوتر مثل الطابعة مثلاً عندي هنا البروغرامز زر البروغرامز وهو من خلاله أستطيع تحديد البرامج التي سوف تعمل تلقائياً عندما يتم الاتصال عن بعد عندي الـ Experience أو التجربة حيث يمكننا اختيار سرعة الاتصال الخاصة بك وبعض الخيارات المصممة للمساعدة في تحسين الاتصال من جهازك إلى الجهاز البعيد لدينا ملاحظة منطقية تتمثل في أن كل من الـ Home Computer والريموت كومبيوتر يجب أن يكون قادرين على الاتصال والوصول فيما بينهما بحيث يكون هناك مثلاً شبكة تربط فيما بينهما أو أن يكون كل الجهازين متصلين بالإنترنت عند محاولة الاتصال عن بعد بجهاز وهذا الاتصال فشل عند تأكد من أن جهازك قادر على الوصول إلى الجهاز الآخر من خلال البنك إذا كان هناك بنك ناجح ومع ذلك الاتصال لم ينجح فقد يكون الجهاز اللي هو الريموت كومبيوتر هو غير مفاعل في عملية استقبال الاتصال أو عملية الاتصال عن بعد إذا كان الاتصال عن بعد مفاعل ومسموح به لدى الريموت كومبيوتر عندها قد يكون اسم المستخدم وكلمة السر للدخول على الريموت كومبيوتر هي غير صحيحة أما إذا كانت الاثنتوكيشن صحيحة عندها قد يكون لدينا مثلاً جدار ناري فايروول يمنع هذا الاتصال المساعدة عن بعد هل مرة كان لدى شخص مشكلة في كومبيوتره وأنت تحاول الشرح له كيفية حل المشكلة؟ ولكن هذا الشخص كونه غير متخصص في صيانة الكمبيوتر وبالتالي لا يتمكن من الاستفادة من شرحك وحال المشكلة الموجودة في جهازه أو العكس أن الشخص يشرح لك مشكلة موجودة في جهازه ولكنه كونه غير متخصص في مجال صيانة الكمبيوتر فهو يشرح لك المشكلة بشكل غير مفهوم بالنسبة لك خاصية المساعدة عن بعد الموجودة في الويندوز تسمح لك بالوصول إلى جهاز كومبيوتر شخص آخر في محاولة لإصلاحه الشخص الذي يواجه مشكلة سوف يقوم بالدخول إلى المساعدة عن بعد وإرسال دعوة إلى شخص متخصص في صيانة الكمبيوتر قد يكون هذا الشخص معين في الشركة لهذا الغرض أو صاحب محل الصيانة أو سطيق ولديه معرفة في صيانة الحاسوب هذه الدعوة يتم إرسالها عن طريق الماسنجر أو عن طريق الأوتلوك أي عن طريق الإيميل أو كملف ويتم تحديد فترة صلاحية لهذه الدعوة وكتابة كلمة السر بحيث من يستجيب لهذه الدعوة لكي يتمكن من الاتصال عن بعد بالجهاز الموجود فيه هذه المشكلة يجب عليه إدخال كلمة السر عندما تصل الدعوة إلى مهندس الصيانة والذي عندما يقوم بالنقرة عليها مرتين سوف يتم طلب إدخال كلمة السر إذا أدخلها بالشكل الصحيح عندها سوف يتم ظهور نافذة لدى جهاز الشخص الذي أرسل هذه الدعوة وهذه النافذة تحتوي على سؤال أن الشخص الفلاني قد قبل تعوتك للمساعدة عن بعد وأنه جاهز للاتصال بكمبيوترك فهل تريد هذا الشخص أن يرى شاشة جهازك والمحادثة معك وهنا يعطيك خيار الموافقة اللي هو اليس أو الرفض عند الموافقة سوف يرى مهندس الصيانة شاشة الطرف المقابل ولكن لن يكون له تحكم فيها مع ظهور نافذة شات محادثة بينه وبين المستخدم الموجود في الجهاز صاحب الدعوة إذا أراد مهندس الصيانة أن يتحكم بالجهاز عندها صاحب الجهاز أو المشكلة يجب علي أن يرسل الطلب تحكم وسوف تصل رسالة للمستخدم في الجهاز صاحب الدعوة وهو هنا إما أن يرفض أن يكون للطرف المتصل تحكم بجهازه أو أن يوافق على أن يكون للطرف المتصل تحكم بجهازه عند الموافقة سوف يكون المهندس تحكم بالجهاز وكل ما سوف يقوم به المهندس سوف يراه المستخدم صاحب الدعوة وفي أي وقت يستطيع المستخدم صاحب الجهاز وصاحب الدعوة في أي وقت يريد إيقاف هذه العملية سوف يكون قادر على إيقاف تحكم الجهاز المتصل بجهازه وإغلاق وإنهاء الاتصال تقدم لنا المساعدة عن بعد إمكانية تبادل الجهازين للملفات كذلك بالإضافة إلى المحادثة النصية يمكننا كذلك إجراء محادثة صوتية تلقائيا المساعدة عن بعد هي مفاعلة في أغلب إصطارات الويندوز وللتأكد من أنها مفاعلة نذهب إلى ماي كومبيوتر أو اللي يطلق عليه مع الإصطارات الويندوز الحديثة كومبيوتر وننقر نقلة يمين ونختار بروبرتيز خصائص ومن ثم نذهب إلى الخيار Remote وبعد ذلك نذهب إلى Remote Assistance ونجد هنا ضرورة أن يكون هذا الخيار مفاعل اللي هو أنه السماح بالوصول عن بعد للمساعدة من خلال الدعوات اللي رح يتم إرسالها من هذا الكمبيوتر الفرق فيما بين الريموت ديسكتوب والريموت أسستنس في الويندوز كلا البرنامجين بيستخدمان للاتصال عن بعد وكلهما بيستخدمان نفس التكنولوجيا الأساسية ولكن هناك اختلافات فيما بينهما فالريموت ديسكتوب تم تصميمه لجعل سطح مكتبك يتصل عن بعد بسطح مكتب موجود في جهاز آخر ويعطيك اتصال وتحكم به كأنك موجود أمامه على سبيل المثال يمكنك وأنت في المنزل تسجيل الدخول على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والموجود في العمل للوصول إلى الملفات الموجودة به أو استخدام البرامج المنزلة على هذا الجهاز بينما الريموت أسستنس سوف يتم من خلالها السمح لصطيق أو تقني بأن يدخل إلى جهازك من خلال إرسال دعوة إليه وذلك يتم طبعا هذا يكون متصل بشبكة ومتصل بالإنترنت وتلقائيا هذا الصديق يستطيع أن يرى سطح مكتبك ويتصل بك من خلال الويندوز ماسينجر وفي حال موافقتك واختيارك يستطيع هذا الصديق أن يمتلك تحكم بكمبيوترك الويندوز اكس بي أدمينستراتيف تولز الأدوات الإدارية للويندوز اكس بي هناك عدد من أدوات النظام الموجودة في الويندوز اكس بي والمطلوب منك معرفتها ضمن منهج الأي بلس وهذه المواضيع هي كالتالي عندي المستخدمين والمجموعات عندي سياسة الحماية في داخل الجهاز المحلي عندي الأكاونت بوليسي أو سياسات الحسابات عندي الأكاونت لوك اوت بوليسي نبدأ مع اليوزرز اند جروبز المستخدمين والمجموعات كمسؤول أدمينستريتور يمكنك إنشاء وإعداد المستخدمين والمجموعات على الويندوز اكس بي وذلك من خلال قائمة ابدأ ستارت وبعد كده لوحة التحكم الكنترول بانل وبعد كده الادمينستريتف تولز اللي هي أدوات الإدارة ومن ثم الكمبيوتر مانيجمنت إدارة الكمبيوتر وبعد كده الوكال يوزر اند جروبز المستخدمين المحليين للجهاز والمجموعات وهنا لدينا مجلدين يطلق عليهم OU اللي هو مجلد اليوزرز ومجلد الجروبز واحدة للمستخدمين والأخرى للمجموعات حيث أن كلاهما يوفران واجهة لإضافة وحذف المستخدمين والمجموعات وإعداد كلمة السر أو الخصائص لكلاهما هنا لدينا في الصورة مجموعة من المستخدمين تلقائيا في الويندوز اكس بي يوجد لدينا عدد اثنين مستخدمين الأول اللي هو المستخدم الادمينستريتور حيث أنه سوف يكون هو مسؤول نظام التشغيل في الجهاز حيث سوف يكون قادر على آداء جميع الوظائف والمهام في داخل الويندوز أما الحساب الثاني اللي هو موجود تلقائيا اللي هو الجست وهو حساب الضيف وفائدته وهو في حال طلب منك شخص صديق أو أخ من أن يستخدم كمبيوترك لآداء بعض المهام عند تقوم بإدخاله على جهازك بحساب الضيف والفائدة من ذلك أن هذا الحساب هو حساب محدود بحيث أن يتمكن من حذف برامج موجودة على الجهاز أو إضافة برامج كذلك لن يتمكن من معرفة ملفاتك الموجودة في حسابك ومعرفة حساباتك الموجودة في الإنترنت بعد ذلك نستطيع إنشاء حسابات أخرى لمستخدمي الكمبيوتر ونستفيد من ذلك في حال كان الكمبيوتر بيتم استخدامه من قبل أكثر من مستخدم عندها من باب الخصوصية يتم إنشاء حساب خاص بكل مستخدم ونستطيع جعل الحساب إما يكون administrator يعني مسؤول فبالتالي يستطيع عمل جميع الإعدادات على الويندوز أو يكون حسابه limited محدود بحيث لا يسمح له بعمل إعدادات على الويندوز الويندوز هنا لدينا صورة كمثال عن الـ Groups المجموعات الموجودة في داخل الويندوز XF والمجموعة يتم إنشاءها لوضع عدد من المستخدمين بداخلها ونستفيد من ذلك في حال كان هناك إعدادات نريد تطبيقها على مجموعة مستخدمين فبدلا من الذهاب إلى كل مستخدم واحد ورواحد نقوم بضمهم إلى جروب ومن ثم تطبيق هذه الإعدادات مرة واحدة على مستوى المجموعة على مستوى الجروب فيتم تنفيذها على جميع المستخدمين دفعة واحدة يوجد لدينا في الـ XB تلقائياً تسعة مجموعات بتكون منشأة تلقائياً عندي مجموعة الـ Administrators اللي هم مسؤولين عن نظام التشغيل عندي مجموعة الـ Backup Operators أو المسؤولين عن عملية الـ Backup عندي الـ Getz اللي هم الضيوف عندي مجموعة الـ Net Configuration اللي هم مسؤولين عن إعدادات الشبكة عندي الـ Power Users المستخدمين اللي هم يعني الأقوية اللي هم مستخدمين يمتلكون معظم صلاحيات الـ Administrative أو الـ Administrator ولكن ليست كل الصلاحيات إنما يمتلكون بعضها وإنما يمتلكون بعضها لذلك يطلق عليهم Power Users أو مستخدمين أقوية عندي الـ Remote Desktop Users وهو مجموعة المستخدمين الذين راح يتصلوا عن بعد بهذا الجهاز عندي مجموعة الـ Replicator مجموعة المتماثل وهو لمجموعة المستخدمين تتشارك في نفس الملف عندي مجموعة المستخدمين يعني مو نفس الملفات يعني عندي الـ Users اللي هم مستخدمين الجهاز عندي الـ Debugger Users اللي هم يعني لهم علاقة بتطوير النظام التشغيل عندي الـ Help Surface Group مجموعة الدعم الفني Local Security Policy نبدأ فيها كلمة كلمة نبدأ بكلمة Policy Policy وهي تعني سياسة وهي تعني مجموعة شروط مرتبطة بإعداد أو باستخدام Local Security Policy وهي تعني سياسة الحماية المحلية ويوجد عدد من الإعدادات المرتبطة بها ما سوف نتكلم عنه في ضمن منهج A Plus هي عددات عندي الأكاونت Policies الأكاونت Lookout Policy والـ Local Policy Setting الأكاونت Policies سياسات الحسابات وتنقسم إلى الباسورد Policy والأكاونت Lookout Policy نبدأ مع الباسورد Policy ويندرج فيها الخيارات التالية عندي الـ Enforce Password History هذا الخيار من خلاله استطيع تحديد تكرار كلمات السر والقيمة التلقائية وهي 0 طبعاً لتعطيلها وممكن تصل حتى أربعة وعشرين فما الذي يعنيه مثلاً أن يكون قيمة الـ Enforce Password History 24 يعني أن كلمة السر التي تم كتابتها ومن ثم قمت بتغييرها فهذه كلمة السر لن تتمكن من إعادة استخدامها إلا بعد مرور 24 كلمة سر عندي الـ Maximum Password H العمر الأقصى لكلمة السر وهي المدة الزمنية لاستخدام كلمة السر بحيث عندما يتم تحديد مدة زمنية عند انتهاءها فإنه يتم إخبار المستخدم أو إجبار المستخدم على تغيير كلمة السر المدة الزمنية التلقائية هي 42 يوم ومدة القيم هي من 0 حتى 999 يوم الصفر وهي تعني أن كلمة السر ليس لها عمر وفترة انتهاء ممكن تستخدم للأبد مثلاً عندي المنمم Password H العمر الأدنى لكلمة السر وهي مدة زمنية عند انقضاءها يتم الطلب من المستخدم اختيارياً تغيير كلمة السر والقيمة التلقائية هي 0 أي أنها تلقائياً هي معطلة ومدة القيم هي من 0 حتى 999 يوم الفرق بينها وبين المكسيمم أن المكسيمم إجبار أنت ما رح تتمكن من الدخول على الجهاز إلا بعد اندخال كلمة السر جديدة بينما المنمم لا اختياري يخبرك أنه حان وقت تغيير كلمة السر أو شكل وقت على النفاذ فهل تفضل تغيير كلمة السر من الآن عندي الخيار اللي هو ال Password Must Meet Complexity Requirements كلمة السر يجب أن تتطلب أن تكون معقدة وهي تلقائياً معطلة وعندما يتم تفعيلها فعندها يجب أن تتضمن كلمة السر على الأقل ثلاثة من المعايير التالية أن تكون حروف كبيرة وتحتوي على حروف صغيرة وتحتوي على أرقام وأكواد ورموز كل ما كانت كلمة السر معقدة كل ما كانت طبعاً تكون أقوى لأنه صعب أنه يتم تخمينها عندي من الخيارات اللي هي تخزين كلمة السر أو كلمة المرور بتشفير عكسي لجميع المستخدمين في المجال تلقائياً هي بتكون معطلة وعند تفعيلها فإنه يقوم بتوفير الدعم للتطبيقات التي تطلب معرفة كلمة السر كل ما كانت سياسة كلمة السر أكثر صلامة وكل ما كان ذلك أفضل ومايكروسوفت تنصح بالإعدادات التالية بالنسبة للإنفورس باسورت هستوري أن تكون على الأقل ثمانية بحيث أنه أنا مثلاً لما أحدد كلمة سر وأرجع أغير كلمة السر وكلمة السر القديمة لن أتمكن من استخدامها إلا بعد مرور ثمان كلمات سر عندها التاسع أنا ممكن أستخدم أول كلمة سر استخدمتها أن يكون العمر الأقصى الافتراضي لكلمة السر هو اثنين واربعين يوم وأن يكون الحد الأدنى اللي يذكرك أنه تغير كلمة السر هو ثلاثة أيام وأن يكون طول كلمة السر هو من ستة حتى ثمانية خانات وباقي الإعدادات أتركها معطلة أكاونت لوكاوت بوليسي سياسة تأمين الحساب وهو إعداد ينقسم إلى ثلاثة قيم وهي كالتالي عند القيمة الأولى اللي هي عتبة قفل الحساب وهي عدد المحاولات الفاشلة للدخول على حساب والذي إذا بلغت حد معين نقوم بإعداده فإذا وصلت المحاولات إلى هذا العدد عندها سوف يتم إغلاق هذا الحساب والقيمة يعني أول شيء الفكرة أنه لو في واحد يحاول يدخل على حسابي وكل مرة يدخل كلمة سر خطأ مثلاً لمدة ثلاث مرات عندها يتم إغلاق الحساب طبعاً هو تلقائياً بيكون قيمة صفر يعني غير مفاعل وطبعاً وأنا ممكن أحدد عدد المحاولات الغير صالحة هي من واحد حادة تسعمائة وتسعين مرة طيب هل تفعيله مهم؟ نعم أمنياً مهم لأنه في برامج مهمتها أنه تقوم بعمل محاولات عشوائية لتخمين كلمة السر فلما مثلاً نخليها ثلاث مرات بعد فشل الثالثة يتم إغلاق الحساب مثلاً لفترة زمنية معينة مما يجعل عملية تخمين كلمة السر تأخذ وقت أطول وبالتالي تأمين أفضل لحسابك على الويندوز عندي اللي هي فترة تأمين الحساب اللي هي القيمة الثانية وهي الفترة الزمنية التي سوف يظل فيها الحساب مغلق قبل إعادة فتحه يعني بعد المحاولات الفاشلة نحدد هل أنا بديها مثلاً يتم إغلاقه مثلاً دقيقة عشر دقائق إلى آخر والقيمة التلقائية هي بتكون صفر أي أنها معطلة والمدة الزمنية تبدأ من دقيقة واحدة حتى 99.999 دقيقة عندي القيمة الثالثة اللي هي إعادة تعيين عدد تأمين الحساب وهي تعني الفترة الزمنية فيما بين المحاولة الفاشلة والمحاولة التي بعدها ولدينا من دقيقة واحدة حتى 99.999 يعني فكرتها أنا دخلت كلمة السر خطأ الفترة بين المحاولة الأولى والمحاولة الثانية كم؟ هنا أنا بحددها من خلال هذه القيمة بهذا الفيديو نكون إحنا انتهينا من المطلوب لنا معرفته ضمن منهج الأي بلس فيما يتعلق في هذا الفصل فيما يتعلق بالويندوز إكس بي إن شاء الله الفيديو القادم رح نتكلم عن المواضيع المطلوبة مننا ضمن منهج الأي بلس في هذا الفصل والمتعلقة بالويندوز فيستا إلى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسب مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته